اشتركوا في القناة وأن نذكر فورا القوات المسلحة المصرية جيش مصر العظيم اللي بنباهي به الأمم ونباهي المقاتل المصري كل أمم الدنيا الكلام ده يصلح بصفة عامة في كل ذكرى لانتصارات أكتوبر المجيدة للمرحمة العسكرية العظيمة اللي قامت بها قواتنا المسلحة فيه العاشر من رمضان السادس من أكتوبر عام تلاتة وسبعين وزي ما أنا قلت لحضراتكم أول مبارح ونحن نحتفل بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر أنه الانتصار الأول والأكبر والأخير للأمة العربية وللقوات المسلحة المصرية على الكيان الصهيوني بس الكلام النهاردة على وجه الخصوص يبقى منطبق قولا وفعلا وعملا النهاردة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حضرة تفتيش حرب تفتيش حرب وحقول لحضراتكم كمان شوية يعني ايه تفتيش حرب حضرة وشاهدة تفتيش حرب للفرقة السادسة مدرعة بالجيش الثاني الميداني ويمكن كل حضراتكم شفتوا مشاهد وفيديوهات كثيرة هذا الصباح من النقل المباشر لهذا الحدث الكبير أقل تعليق أقل تعليق يمكن أن أقوله كمواطن مصري سيبكوا بأننا إعلامي ومذيع وشخصية سيبكوا أنا في النهاية مواطن مصري زي زي أي واحد مصري كان بيتفرج النهاردة على هذا التفتيش للحرب ليه جيشنا المحترم أقل تعليق يمكن أن أقوله أنه لم يكن تفتيش حرب ده كان تفتيش فخر تفتيش فخر كل واحد فينا النهاردة كان قاعد بيتفرج وتحس أن راسه كده مرفوع الفوق ومع رفعة الراس فيه كمان حالة من الثقة والاطمئنان والهدوء اللي يعني أصابتنا جميعا ده احنا كمصريين وده كان واحد من الأهداف بأخذوا بالكو تفتيش الحرب وطبعا أنا مش عسكري يعني وكمان شوية حيبقى ضيفي النهاردة في الحوار الرئيسي في آخر النهار اللي هو الدكتور سمير فرق خبرنا العسكري والمفاكر استراتيجي الكبير وحيتكلم أفضل مني عشرات المرات بس أنا بقول لكم شعوري كمواطن مش لك عسكري ولا كخبير ولا محلل ولا حاجة أنه تفتيش الحرب له أهداف كثيرة من هذه الأهداف الهدف اللي أنا قلت لحضراتكم أنه يبعث برسالة طمأنينة وثقة وهدوء بالنسبة للمصريين أصحاب هذا الجيش المصريين هم ملاك وأصحاب ونبت هذا الجيش المصري العظيم فبالتالي لما المصريين يشوفوا جيشهم بالعظمة دي و بالمستوى ده و بالإمكانيات دي و بالجاهزية دي لازم نفرح و نفخر و نتطمن نفرح و نفخر و نتطمن هذه رسالة أولى أو هدف أول الهدف التاني مش لينا بقى كمصريين لغير المصريين وهي رسالة ردع تلات حروف ره دال عين كل من هو غير مصري تصلوا رسالة الردع يعني ايه رسالة الردع ببساطة شديدة معناها اوعى تقرب اوعى تجرب اوعى تفكر ببساطة شديدة جدا يعني ايه من غير بس مصطلحات عسكرية قد تكون معقدة شوية على حضراتكم وعلي و كده موضوع سهل و بسيط الردع يعني ايه الردع يعني انا جاهز و ادي امكانياتي و ادي قوتي فبالتالي اللي بيفكر او اللي ناوي يفكر او اللي ناوي يجرب يهزر معايا او يختبر قدراتي ادي واحد على مليون من قدراتي خدوا بالكم تفتيش حرب فرقة السادسة مدرعة يعني ايه يعني فرقة واحدة في جيش واحد فرقة واحدة في جيش واحد اللي هو الجيش الثاني الميداني يعني ده مش تفتيش حرب ليه جيشنا المصر العظيم كله ولا قواتنا المسلحة كلها دي دي فرقة واحدة مدرعة في جيش واحد اللي هو الجيش الثاني الميداني العظيم فبالتالي الرسالتين الاساسيتين لتفتيش الحرب النهاردة اللي انا بسميه تفتيش الفخر والعزة واحد يا ايها المصريون اطمئنوا واهدأوا بالا لديكم درع وسيف لهذه الامة اتنين يا غير المصريين لا تختبرني لا تختبرني او لا تحاول ان تختبرني النهاردة السيد الرئيس الكلام في منتهى الاهمية في منتهى الاهمية رسائل كثيرة جدا حقف قدام مع حضراتكم قدام رسالتين تلاتة بالكتير هم اللي يجب ان احنا ننتبه اليهم ونضعهم في عين الاعتبار واحد ان القيادة السياسية كانت منتبهة جدا منذ اللحظة الاولى اللي قاتت فيها في 2014 الى التحديات والتهديدات اللي بتعصف بالمنطقة ويمكن وقتها كان كتير من الناس مشايفة وكتير من الناس بتتساءل هو ليه التسليح الكتير للجيش المصري ده وليه الصفقات العسكرية الكتيرة اللي قواتنا المسلحة بيتصنعها او بتجيبها من بعض الدول زي الطائرات وزي المسترال وزي مش عارف الايه وزي الايه وزي الايه وليه ما صنعنا الحربية تطورت وبقت تطلع دلوقتي مدرعات مصرية الصنع وقاليات عسكرية تباهي اكتر وتنافس اكبر الاليات العسكرية على مستوى العالم ليه كل ده اهو النهاردة عرفوا ليه كل ده اللي كانوا بيتساءلوا من سنين ليه كل ده النهاردة عرفوا ليه كل ده ومش محتاج شرح لانه اي حد يفتح الشباك بس ويبص حواليه في منطقة الشرق الاوسط يعرف ليه كل ده جبهات مشتعلة وحروب في كل مكان والمنطقة والعالم كله على شفا حرب عالمية تلتة الرسالة التانية انه لن ينجو لن ينجو من اتون هذه الحروب وهذه التهديدات الا القوي الا القوي بسلاحه القوي بتجهيزه القوي بافراده وقدراته البشرية والعسكرية قولا واحدا تلاتة وده المهم جدا ان رغم قوة الجيش المصري وعظمة الجيش المصري وتفوق الجيش المصري واستعداد الجيش المصري وجاهزية الجيش المصري الا انه يظل دائما جيش رشيد قراراته تتسم بالحكمة والهدوء لم يكن ابدا ولن يكون جيشا عدوانيا معاديا جيش يهدف طول الوقت الى الحفاظ على الامن القومي المصري جيش قراراته تتسم بالانضباط وضبط النفس والحكمة والرشد جيش دفاعي قادر على حفظ وسيادة الامن القومي المصري بشكل دائم ومستقر باذن الله دي الرسائل الاساسية اللي اطلقها النهاردة السيد الرئيس بعد ان شهد تفتيش الحرب للفرق السادسة مدرعة في الجيش الثاني الميداني وقبل ما اسيب حضراتكم مع هذا التقرير اللي بيلخص ما شاهدناه هذا الصباح لازم الحياة لازم احيي كل فرد في قواتنا المسلحة النهاردة كنت بتفرج وبشوفهم وبجد الواحد فخور ان فيه جيش افراده عندهم هذه الوطنية وهذا الانتماء وهذا الانضباط وهذا التجهيز وهذا الفكر حاجة تفرح وتشرف فتحية لكل من شاهدناهم صباح اليوم واراءهم الاف مؤلفة في الفرق الاخرى والالوية الاخرى وفي الجيوش الاخرى كلهم لهم منا كل احترام وتقدير انتم فخرونة وانتم شرفوا هذه الامة تكلمت حضراتكم امبارح عن الجولة او الحملة اللي عاملها التحالف الوطني اللي عمل الاهل التنموي بالتعاون مع مؤسسة موانئ دبي واللي كانت موجودة امبارح في محافظة الاقصر وبتعمل نوع من انواع المساعدة المجتمعية لاطفالنا وولدنا بمناسبة توقيت العودة الى المدارس نهاردة وصلت الى محطة اسنا وادفو والحقيقة انه الفكر المجتمعي ده فكر جديد على مجتمعنا واشارة جديدة مهمة جدا 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 على العمل المؤسسي كان زمان بنقول ان احنا عندنا ضلع ناقص كان عندنا عمل حكومي وعندنا العمل بتاع القطاع الخاص منذ سنوات والحقيقة تبلور هذا الفكر جدا بتأسيس هذا الكيان اللي اسمه التحالف الوطني للعمل الاهل التنموي منذ تأسيس هذا التحالف وبقى فيه هذا الضلع فعال ونشط بشكل كبير ليؤسس فكرة العمل الاهلي والمجتمعي بشكل مؤسسي مخطط ومنظم بحيث ان احنا نعظم الفايدة وتصل رسالة لكل طفل وشاب في كل قرى مصر والصعيد وبحري وإبلي والمطروح والحدود جنوما وشمالا انه كلنا متكاتفون متكاملون كلنا بنساعد بعض كلنا وقفين في ظهر بعض سواء بقى طبيا او مدرسيا او اقتصاديا او في العلاج والحالات المرضية والصحة او فيما يتعلق به التزويج فيما يتعلق به تأثيث المنازل واصلاحها في كل البجالات الهدف الاساسي هو تكافلوا تراحموا واستففوا جنبا الى جنب ده واحد من اهم الشعرات اللي بيؤمن بيها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي طيب في لقطة لطيفة جدا عايز اشارككو فيها لانها الحقيقة من الحاجات اللي انا بحرص عليها دايما في برنامجي هنا بخلاف الامور السياسية والتطورات المهمة اللي بتحصل على مستوى العالم والمنطقة وكذا لكن انتو عارفين ايماني بانه اللقطات اللي فيها قيم فيها قيمة انسانية فيها وفاء فيها احترام فيها اخلاق فيها بر والدين انا بشوف ان دا الاساس اللي من اجله خلقت الدنيا انما بعثته ليتم بمكارم الاخلاق صلى الله على سيدي محمد صلى الله وربي وسلامه عليه اللقط اللي انا عايز اقف قدامكم عندها النهاردة متعلقة بالنجم العالمي فاندام طبعا كلكم عارفين مين هو فاندام نجم هوليوود وافلام الاكشن والضرب والكذا واحد من اهم من انجبتهم سينما هوليوود الامريكية فاندام كان في جولة اعتقد كان في باريس وبيروج لاحد افلامه الحديثة اللي لست نزلة الاسواق مؤخرا ثم علم ان والدته بتمر بازمة صحية علم ان والدته بتمر بازمة صحية نسي انه نجم ونسي انه عنده جولة ونسي انه عنده واجب انه لازم يعمل الجولة ويروح للعرض الخاص للفيلم ومش عارف كذا عشان التزامه تجاه الشركة وانه عايز الفيلم ينجح وكذا وكذا كل الامور دي اهملها وتجاهلها في مقابل انه يتطمن على امه فساب الجولة وقطع زيارته ويرجع الى ملجيكا حيث تقيم والدته وراح اعد معها زي ما انتم شايفين كده عشان يتطمن عليها ويبقى الابن البار الذي يجلس بجانب امه عند احتياجها له لقطة لطيفة جدا والحقيقة انا بشكر جدا موقع وشواشة لانه هو انفرض بهذا الخبر وانفرض بالتصريحات كمان بتاعة المتحدث الاعلامي باسم كلود فاندام اللي عبر عن امتنانه الشديد للجمهور المصري ولموقع وشواشة كمان لاهتمامه بهذه اللقطة والاف المصريين اللي دخلوا في تعليقاتهم على موقع وشواشة اللي بيحيوا فيها فاندام وبيعبروا لي عن حبهم وكمان بيدعوا لوالدته بالصحة والشفاء الصديق الاستاذ مصطفى بتولي رئيس تحرير موقع وشواشة مساء الورد مساء اخبارك يا جميل ان شاء الله يكون بخير الحمد لله الحمد لله مبروك على الانفراد واللقطة الحقيقة سيبك بقى ان هو فاندام وكذا اللقطة انسانية بامتياز هي لقطة انسانية واحنا في فترة دي اصلا يعني بنهدف اللي احنا نوصل للعالمية فبنهتم بالاخبار دي فترة مؤخرا يعني بنهتم بالاخبار العالمية وبنهتم اللي احنا نجدها من مصادرها ده كان هدفنا يعني ده اولا وفي اللقطة دي احنا جلنا من معلومة ما حبناش اللي احنا ناخدها وتمر عندينا مرور الكرام اه هتأكدنا من مصدر من المستشار الاعلامي الاستاذ وليل التلباني تخلفنا المحرر المحرر الزميلة معنا تتأكد من المعلومة تأكدنا هو كان في فرنسا بوضح بس معلومة هو كان في فرنسا كان عنده تصوير اعلام هناك كويس وكان طالع منه على الترويج لفيلمه حلو وهو تسبب له اصلا يعني هو المفروض بلي فيه خلافات شوية عشان المفروض بلي هو يخرج يروج للفيلم لانه مش محاول لازم يخرج روج الفيلم ويحضر العرض الخاص عشان ده بيبقى نوع من انواع التسويق تسويق للعمل بالدبط كويس برح الحمد لله فهو حد برضو لقى الاهتمام مننا طبعا شكر الجمهور الجمهور المصري من خلال صفحات وعلى السوشال ميديا ممتاز وقدم وشوش الشوك عشان قطر اهتمامنا واهتمامنا اللي احنا بنتأكد من الاربار مننا لا الحقيقة فيه ميزة مهمة جدا في العمل اللي عملتوا النهاردة وهو فكرة زي ما انت قلت كده الاهتمام باللفتات الانسانية للنجوم كمان فكرة العمل بمهنية والتحري وراء الخبر والاتيان بالمعلومة من مصدرها فده شيء محترم تشكر عليها أستاذ مصطفى والزملاء اللي معاك في الموقع شكرا شكرا جزيلا وبالتوفيق دايما في عمل مهني اعلامي محترم لك والزملاء في موقع وشوش طيب هنروح سريعا الى تقررنا الاخباري اليومي المجمع اللي فيه مجموعة من التطورات السياسية والاقتصادية والرياضية السريعة ثم الى الفاصل وبعد الفاصل استقبل ضيفي الكبير المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري الاستاذ الدكتور سمير فرج اهلا وسهلا بحضراتكم وعدنا بعد الفاصل قراءة المشهد بصحبة استاذنا الدكتور العظيم سمير فرج اللي مشرف ومنور وحشني جدا جدا على المستوى الانساني وشكرا جزيلا تلبيت دعوتنا ستلون اخبار ما عليك ايه كله تمام الحمد لله سمير بيه الحقيقة الاوضاع مش محتاجة تقديم والمشاهدين جميعا شايفين ما يحدث حولينا بس خلينا قبل ما نبدأ في قراءة الاوضاع والمشهد وجبهات الحروب المشتعلة حولينا عايز اخد رأي وخبرة سيادتك في تفتيش الحرب اللي شاهده النهاردة السيدة رئيسة عفتاح السيسي تفتيش حرب ليه الفرقة السادسة مدرعة في الجيش التاني الميداني انا اسمح لي انا قبل ما حالك تخش انا كمدني كده وكعلاقات دي فاتيت شوية فيما يتعلق بالانطبعات اللي جات لي كمواطن مصري وانا متفرج على تفتيش الحرب بس حالك طبعا تقدر تقول للناس بشكل في معلومات اكثر يعني ايه تفتيش حرب تفتيش الحرب ده هو ارقى مستوى بتصل في الوحدة او التشكيلات في القوات المصلحة اللي انت شوفت الفرقة دي النهاردة اربعين او خمسين الف مقاتل بدباباتهم بعربياتهم بسواريخهم بمدفعيات بكل حاجة تحرك فورا تقاتل الدبابة اللي موجودة فيها شدت الزخيرة كاملة كله كامل تنك البنزين مليان عالاخر انت فهم المدفع متعاير يعني ايه المدفع الدبابة دي ما بتخش وتقعد شهرين تلاتة بتتضرب وبتجري وبتنزل المدفع بيحصل فيه انفصال بالجزب بنسميه المعايرة لازم يدخل عشان يدرب الطلقة في الهدف فعش كل ده بيتعمل ازاز بتاع العربية اللوري يكون شغال انت مش بتخيل كل فتلة في الفرقة دي النهاردة كانت متعايرة صح كاتبة الطبية بتاعت الفرقة بتفتح مستشفى ميداني 180 سرية لكشجين مليار يعني معنى كلام سيادتك انه النهاردة الفرقة دي جاهزة لتنفيذ اي مهمة تكلف بيها بكرة الصبح اولا لا دا بعدها بساعة على الفكرة احنا مش استفافه بس الاستفاف دا للمنظر سيد الرئيس بعد ما مشي داخلت حاجة اسمها عندنا هي التفتيش اللي هو المدرع تفضل مهمة خد اختبر القادة والزباط ويطلع ويتحرك وينفذ مهمة كاتبة الصاريخ اطلع يفتح كاتبة الطبئ كل اللي انت شايفه دا مش بنتكلم ان استفافه منظره وتقول لا 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 في مهم اخرى بتنفيذ يعني سيد الرئيس هو اللي شهد الاستفاف بس ودايما القائد الجيش لو كان استفاف عادي بيجوش استفاف رئيس بعد الاستفاف تخش عندنا هي التفتيش مهم اللي هو دا الكتيبة دي اطلع اتحرك افتح فتش علي وهي اللي بتتأكد بقى زي ما حالك قلت كده من المعايرة وتنكي البنزين وبيضرب نار وبتضرب نار من دان الرماية انا مش دا لا بقولك اعلى مستوى بتصل الى القوات قبل ما خوش على تفتيش اكتر دا بيكمل ايه يوم الخميس اللي فات ازلنا مصر ماتت نامت ليلة سعيدة ولا لا واحنا بنشوف ولادنا في كليات العسكرية بتخرجوا بهذا المستوى الراقي حقيقي انا كزابط شو قعت كم سنة واشتراكت في اربع حروب كنت في منتاز ساعة انا شوف ولادنا بهذا الجري جديد يلا حشي المصر في المستقبل شوفنا بهذا المستوى الحمد لله النهاردة بقى لما حصل تفتيش الحرب دا ايه ها اتقول حاجة عايز طبعا اقول لعجبا تأكيدا اولا يا كرام حضرك بساعدتنا كلنا بالمستوى الرائع اللي شوفنا فيه طلبتنا وهم بيتخرجوا يوم الخميس ومستوى مقاتلين وجنودنا النهاردة السؤال المهم اللي انا عايز سأله سيادتك بعد ما طمنتنا دلوقتي على جاهزية قواتنا وزي ما حالك تفضلت دي فرقة واحدة في جيش واحد فما خافية كان اعظم ان شاء الله احنا زمان ايام سيادة سبعة وستين كاننا عمدنا فرقة واحدة فرقة الرابعة مدرعة بس الفرقة الرابعة الفرقة مدرعة دي تشكيل غريب اه اربعين الف عسكري النهاردة اللي انت شايفهم بسم الله بان شاء الله كلهم ولاة عليا خلي بالك لان الفرقة دي النهاردة ده احدث دبابة في العالم الام وان اي وان الامريكاني كل الطاقم بتاعها جندي مجند مهندس لان كلها كمبيوتراجد فلازم يبقى العلم بي استخدامها وكل المعدات خلاص النهاردة بقيت الدنيا العالم تطور امتاز تمام تمام سؤالي بقى هنا لماذا الان وهل فيه دلالة للمكان اللي اتعمل فيه كمان تفتيش الحرب سؤال هايل ده اتعمل فين في الجيش التاني صح الجيش التاني مسؤوليته فين وسط سينة الحاد الحدود الدولية مه وضحت مفهوم لما كون القوة ضربة بتاعت الجيش التاني الميداني تمام لسه بقى عنده حاجات تانية كتير جدا طبعا فرقة المشهر الميكانيكية واللوقات المستقلة والسواريخ الفرقة دي في الجيش التاني في الاسماعيلية خط بتاعها حدود الدولية وضحت الى من يهموا الامر طبعا تمام التوقيت مه فترة اللي فاتت ناس ايه لقت شافت غزة بتتبهدل واليبنان بتتضرب حتى العراق والدنيا طبعا فيه ايه فكان لازم مصر تطمن ولادها مه يوم الخميس اللي فات شفت الجيل الجديد ده اللي حقود المسيرة الفترة اللي جاية وشفت النهاردة قدل فرقة مضرع اقوى تشكيل برا فرقة مضرع الارمد ديفيجيل دي حاجة رهيبة انت فاهم ايه زي ما تلك اللي هو مضرع اللي هو ميكانيكي اللي هو مدفعية اللي هو سواريخ كاتبة مخصوصات مضادة ده بابات كله ده مصبوط لو شفت معاهم مظلات وشفت جوي الفرقة دي اللي ما بتهاجم مش هاجم لحدها مصبوط بتاخد دعم جوي فالنهاردة فيه العناصر المرقبة اللي بتوجه الطيران عشان تدعب موجودة بتشتغل صح لان الفرقة مش هتحاجم لحدها مصبوط بتاع انا بيب الوقود عشان هو هي ماشية اه ده جيش احنا اجمنا في بتاع دوت في 6 او اكتوبا عمرنا خمس فرقة انت فراف فانت النهاردة شايف قوة كبيرة جدا لمصر بسم الله بشاء الله دي معيوم تناموا انت مطمئن كل اللي بيحصل حواليك ده لأ انت عندك جيش يأمنك ورسالة الى من يهم الامر اوعد حرور اوعد خش اه انت قلت فان الرضع الرضع عسكريا او الاستلاح الاجنبي دي ترانس رغم انه فرنساوي لكن هو عالميا حلو الرضع حاجتين ايجابي ومعناوي ايجابي يعني ايه انت يوم لما تدبح عندك عشرين مصر في ليبيا مصر ما استنيتش تاني يوم الصبح بالليل كنت داخل واحد حقك ده اسم رضع ايجابي هل من يومها حد قرب لخدش لمصر في ليبيا لا لانه شاف الايجابي الرضع السلبي اللي احنا عملناه النهاردة المعناوي المعناوي ايه دك انت بتشوف قادي قوات الجيش المصري على فكرة العرض ده النهاردة في ناس هتقعد تتفرج عليه اسبوع وعشر قيام كادر كادر وصورة صورة اصدف تحللوا تدرسوا انا حد تانية اه وتدرسوا وتحلل ده عندهم ايه اللا ده السواريخ هيدا اللا ده الفرقة معاها دفاع جوي اللي هو السواريخ فبالتالي ده رضع معناوي الى من يهم الامر اللي هي ما تحاولش تهزر معايا مفيش هو شاف فرقة مدرعة اعلى اعلى مستوى ده بابات في العالم شاف اللي هو الميكانيكي بتاعها شاف الصوريخ بتاعتها شاف الوحدات الادارية شاف وعددة ازالس الالغام لا 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 هم ما فهمين كويس الحمد لله بصراحة يعني كاترسالة لنا كمصريين شانت فخر واطمئنان عظيمة ربنا يحمي جيشنا يا رب دايما شاء الله طيب زي ما قلت ما عليك في بداية الفقرة انه الحياة ما كناش نحب في المنطقة انها تصل الى هذه المرحلة من الاشتعال كل الجبهات اشتعلت والحقيقة اسرائيل بقيادة نتانياه وفاتح النار في كل الجبهات ويبدو ان ما فيش حد قادر يوقفه يعني لا المجتمع الغربي ولا الولايات المتحدة ولا حتى المؤسسات الدولية فمش بس المواطن هنا في مصر المواطن في العالم كل دلوقتي بيقول هذا الجنون اللي بيقوده نتانياه وحيقود العالم والمنطقة لفين لو نشوف اول صورة بعد ما كانت اوكرانيا وروسيا عاملان قلبة وفي مش عارف بحر الصين فين اصبحت النهارده بقرة الصراع في العالم في الشرق الاوسط صحيح صحيح بيقود صورة ماشي طيب بعد كده حسنا فيش تفصيل بقى احنا النهارده بدأنا السنة التانية في حرب غزة صح يوم 7 اكتوبر السنة اللي فاتت بداية الهجوم على غزة فاحنا النهارده غزة بعد ستة وتلاتين يوم تلتمائة خمسة وستين اه طب نشوف بقى الخسائر ايه عشان برضو نجمع بقى السنة اول حاجة عندنا اتنين واربعين الف شهيد فلسطيني عندنا منهم سبعتاشر الف طفل وفي وفي الضفة الغربية استشهد سبعمائة اتنين واربعين ده دولار برا الحرب مزبوط انما الضفة مشتعلة نزوح مليون ونص مواطن صح بيوتهم اتدمرت وبتاع دوت البنى الاساسية اتنين واسعين في المية اتدمرت في غزة المرافق الصحية اربع وتمانين في المية المباني ستة وستين في المية ميتين خمسة وستين الف وحدة سكنية اتدمرت طب احنا عملنا ايه في الناحية التانية مصر بقى مصر عشان نسوك عملنا ايه لا عملنا كتير احنا اكتر دولة قدمت مساعدات واكتر دولة انضرت خلي بالك من دي كواس قوي او مال طبعا ما نكلم معنا اولا احنا دفعنا مية تاتة وعشرين الف تن مساعدات غزائية مصرية مصرية تسعتاشر الف تن شحينات تطلع من مصر ستة وعشر الف تن مياه سلحة للشرب احنا النهاردة فيه تلت محطات تحلية موجودة في رفع من القوات مسلحة بتاخد مية البحر تحلية وتدي الناس اللي فين في غزة فيه تلت مخابز القوات مسلحة بتطلع تلت مليون رغيف لاهالي اللي في غزة مم وبعدين عشر تلاف تن من اللي هو الوقود المصري بسم الله م شاء الله اسرائيل خسرت ايه ده اللي اعلنت عنه الله اعلم وانا واثق انها اكتر انما تبقى للكلام سبعمية ستة وعشرين قتيل و الف و امتين مدنية قتلى من اسرائيل تمانية و خمسين الف نازح اللي هم سابوا المستعمرات في اسرائيل وهربوا منها وبعدين اربعة تلاف و خمسمائة مصاب احنا تقلنا بكده انهم كانوا عشرة لكن اللي اتقالت احنا نمشي معاهم و امتين واحد و خمسين رهينة عند اسرائيل السواريخ اللي اتضربت عليها عليها من غزة تلاتاشر الف سوامتين ساروخ من لبنان حتى الان اتناشر الف و ربعمية من ايران ربعمية ساروخ من اليمن مئة وتمانين من سوريا و نقصد حزب الله ستين ساروخ تمام النهارده اسرائيل او المنطقة فيها تلات الصورة التانية بقى فيها تلات اربع جباهات بتشتغل فالدنيا مولعة في المنطقة عندنا لبنان و غزة دي جبهتين و هنتكلم عنها غزة خلصوا الفترة دي و داخلنا علي لبنان وبعدين ايران ربنا يسطر على اللي جاي ثم اليمن انت عندك اربع جمعات طبعا في سوريا و في العراق دول مكملين انما الجمعات الرئيسية يوم ما بدأ القتال يوم غزة الاسرائيليين ميشوا زي الكتاب الاسرائيليين بيتابعوا العقيدة الغربية اللي هي الدراسة كلهم خريجي كلية كامل الملكية في انجلترا تال ألي عازر جونين شارون رابين كلهم اللي انا درست فيها في انجلترا الاسلوب ده بيمشي بالفيسيس بالمراحل مشوا زي الكتاب اول مرحلة كانت ايه غزة اللي بدأت يوم سبع اكتوبر تمام ايه قعدوا فيها ديئة تامر حداشر شهر مزبوط طب هما كانوا حطين للعملية دي اربع اهداف واحد اخراج الرهائم بالقوة حصل لا اتنين القضاء على حماس حصل لا هو اضعف حماس لان حماس بتقافد حداشر شهر لا بيجي لها زخيرة ولا اسلاح من بره طبعا انهاكها واضعفها طبعا فاضعفها عشان يكون صراحة صح الاستلاع على الغاز هل استولوا عليها لا الحاجة الرابعة اللي يعني تبقى الحارج مصر انه كانوا عندهم قطرة الترانسفير نقل سكا وزاك قاعدوا زقوم من الشمال للجنوب عشان يروحوا فيه فيجرة التهجير التهجير الى سيناء لا وللاسف كان الرئيس مرسي اداهم الوعد ده ولكن جاء الرئيس افتاح السيسي انسى والحمد لله مصر وكان فيجرة رئيس السيسي ايه هو اي كان الدولة عبارة عن ايه ارض وشعب وقيادة لما انت تاخد الشعب ده تهجره والارض تروح لاسرائيل مفيش دولة صح فكده احنا من الشيط الرئيس قال بنفرغ القضية من مضمونها واترفض احسنت فدي العملية الاولى خلاص او فيز وان فيز تو رح داخل على بعد 11 شعر داخل على جنوب لبنان والصورة بتاعتنا هي داخل على جنوب لبنان اللي احنا شغالين فيها المحالة ايه التانية المرحلة التالتة اتمر اللي احنا مستنينها كل يوم انا بنام وفتح التليفزيون 24 ساعة اقلق كل شيء بص ضربوا ايران ولا لا اللي هي المرحلة التالتة وانا هقولها بالتفصيل خويس نرجع بقى المرحلة التانية اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي لبنان اللي هي لبنان جنوب لبنان نبص على الصورة اللي نخش اه نخش على الصورة التانية مرحلة التانية جنوب لبنان ايوة هنلاقي ان احنا اه لا اللي بعديها من فضلك اللي بعديها لا اللي بعديها اللي بعديها ايوة اهنا بقى انا الناس بتسمع الجنوب اللبناني ايه الجنوب اللبناني الخط الازرق دل على الخريطة هو خط الحدود بين لبنان وبين اسرائيل تمام تمام ودائما انوك الخط الازرق انه هو ده تحط في القرار تأم المتحدة المنطقة الحمرة دي بتسمى الجنوب لبنان بيفصلها ايه نهر اللي طاني اللي فوق صح تمام وعشان كده في 2006 لما اسرائيل هجمت على جنوب لبنان وحصلت المعركة وبتاع طلع القرار مجلس الامن اللي هو 17-01 وقال ان المنطقة دي تبقى تحت السيطارة الجيش اللبناني وحط قوات اليونيفيل الدولية بزبوط خلاص الفترة اللي فاتت لما بدأ الحرب اسرائيل اجلت ان حوالي 80 الف من المستوطنات لما بدأت بقى المرحلة دي بدأت ازاي بدأت بعملية استخباراتية وحشة من اسرائيل وكذا بالبلد اسرائيل دخلت جوا بطن حزب الله مع ان ما عمدش الكلام ده مين في حماس صح يعني انه ده حد حمد هدو وقت لعندهم مثلا توابق قالولهم فين الرهائن فين كان يقولولهم صح لا واضح ان الاختراق كله حصل لحزب الله حزب الله عملت ايه الاختراق الاولاني راحوا جايبين الاجهزة البيتجر الصغير اه طبعا حزب الله قالك انا عايز جهاز يكون موديله قديم عشان ما يطلقتش على فكرة التليفونات دي بتطلقت عارف انت لو عندك التليفون القديم ابو تلتمين جنيه بتاع زيبال ما يطلقتش تخيل مصبوح فقالوا نجيب جهازة البيتجر عشان عشان ما تطلقتش بالاقبار الصناعية فقالوا هنجيب خمس تلاف جهاز هنا بقى العميد داخل قال لاسرائيل اللي هيشتروا خمس تلاف جهاز بيتجر خمس تلاف خمس تلاف قبلوا دي في تايوان فطبعا واغروهم بقى في تايوان يا تامر ماهيش دولة اوروبية مش حيفضحوهم مش حيكشفو فحزبالله انبسط حيشتري من تايوان اللعبة التانية راحوا عاملين شركة الاسرائيليين الموساد شركة في اسمها باك تمام في المجر عشان تبقى وسيط ده رايح مين حزبالله قال لك يبقى في وسيط في النص فعملوا العقد الخمس تلاف جهاز جابتهم شركة أبولو اديلهم في الشركة المجرية وهناك في المجر بقى طلعت الفنين الاسرائيليين خدوا الخمس تلاف بيتجر راحوا حطوا فيه من جوة الجهاز اللي بتاع اللي بتفجر فبالتالي اول ما يضرب الجهاز يرند لنا معينة ينفجر تخيل هذه عملية مخابراتية كاملة عشرة مرة عشرة بس يعتمد تعالى ان في عميل جوة في خيانة خيانة جوة قال لهم الكلام تمام وفعلا يومها يعتمد العملية ولأول مرة تحصل في التاريخ تلات تلاف فرد من حزبالله يخرجوا بره بره المعركة ليه الجهاز ده يا تامر بيبقى قد كده يا 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 الانسان بيحطه فلو يفجر هنا بيضيع المعدة بقى صح المهمة او لما ملاقي الجهاز بيعمل زنة بيعمل كده عشان يشوف الرسالة اللي جاية مزبوط اتعانوا اتعاموا يانا عرب يانا فتلات تلاف فرد من حزب الله خرجوا بره الشهر خرجوا بره الشهر اه طمام خلال تمام يعني منهم اللي مات ومنهم اللي اصيب ومنهم اللي اصيب لكن خرجوا بره خرجوا بره الخدمة لدرجة ان فيه جهاز كان متساب جوه العربية اه العربية انتفكرت صحيح فقديب ولك مش الموضوع بطارية في الاول بقى لك دي البطارية الليس ومهي لبازك لا 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 في الاخر يا طرح الحتة البتاع اللي حطوها الشريحة اللي حطوها دي بتعمل انفجار ايه بتعمل مفهوم تاني مشكلة تاني عملوها بقى الموساد وهو اغتيال حسن نصر الله والاسف مبارح النائب بتاعه اللي كان حيتولى هاشم صفي الدين اغتلوه كمان تأكد خلاص اه تأكد تأكد لان الحد مبارح اسرائيل ازعت اسرائيل ازعت اسرائيل ازعت الراجل بتاعها جوه قال فهم لسه بتأخره اه اه اتقل اتقل والنهار ده بيدوره مان اللازي سير اه حصب اغتيال حسن نصر الله دي عملية كبيرة اوي اوي اولا ده فيه واحد ماشي اولا هم اقتلوا الصف الاول والتاني والتالت قابليه صح فكلازم ياخد يعني ياخد بقى له بقى يبقى انت عليك الدور طبع تمام فبعد ما اقتلوا الصف الاول مش عايز اخش باسماء وكلام من ده عشان الناس ما انا بشرح بالبساطة لماشي اقتلوا الصف الاول والتاني والتالت في حسن الله فالراجل جاب القادة الجداد عشتين واحد وراه يقعد فيهم في الضحي الجنوبية في بيروش يلقطوا انه داخل ونشوف الصورة الثانية ست عمارات هيقعد فيهم تخيل يا تامر وعشان مش حايفين اني عمارة ما هممكن بقى اللهم ده رايح دوقتي العمارات دي فراحوا ضربين ست عمارات عشان يضمن مية لمية الست عمارات تضربوا في نفس التوقين في نفس التوقين منهم مش عارفين هو مجوز تاني وحب منهم مش عارف بقى هو الخبير بتاعهم او الجاسوس قال لهم ده رايح في العمارات مركز القادة بتاعهم هيعم طب دي ولا دي و دي قال لك شير الستة الدربة الصورة اللي بعدها بالف 16 طبعا 80 قنبلة لامي كي 84 80 قنبلة وشوف بقى الزكاية الصناعية هيهبلنا على فكرة احنا في مصر هنا عاملين برضو عشان ما حدش يفتكر ان احنا هبين 80 طيارة الطيارة اسف القنبلة القنبلة بتنزل تخترق مثلا 20 سنتي بعدها بخمس ثواني القنبلة التانية شوف الدقة 20 سنتي تانيين وتلتين لحد ما يوصل الخمسة وتلتين شوف الدقة يا تاني والنهاردة يعني زمان كان يقولك ايه يا طرج تضرب منطقة لأ دلوقتي انت تضرب عمق ونقطة واحدة بتنزل لحد تحت مش العمارة لأ دا انت بتنزل في العمارة منطقة زي دي بعد الشر يعني مش زي دي فتضرب هنا وراها الطلقة اللي وراها في نفس المكان عشان تستغل العمق الاولاني تأمنين نكون بلا طبعا الصورة اللي بعد كده بتبايد لنا وللأسف تم اغتيال حسن نصر وحسن نصر طبعا دا قيمة بالنسبة لهم كبيرة نفسية معنوية دينية قيادة باله كم سنة وله كارزمة معينة فبالتالي حصل هذا الكلام مفهوم مفهوم طيب اسمح لي نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مشهد خصوصا في الكلام بقى عن احتمالية بداية غزو بري او دخول واقتحام بري لبنان بعد الفاصل عدنا بعد الفاصل اهلا بحضراتكم توقفنا عند النقطة المهمة اللي كان دكتور سمير فرج بيشرحها لحضراتكم وهي مرحلة تانية للحرب الاسرائيلية في المنطقة ومتعلقة بلبنان وبدأنا بالقصف الجوي العسكري المكثف الاسرائيلي لاهداف ومقرات حزب الله وصولا الى اغتيال او نجاح اسرائيل في اغتيال الشيخ حسن نصر الله ثم كنت مسأل اللي هو سمير كلام دلوقتي عن اسرائيل قد تفكر فيه اقتحام بري او غزو بري ويمكن ده يمشي مع كلام الحاجة قلته ان اسرائيل بتتابع نظام الفيزيز او المراحل بصة زي كتاب هو احنا في حرب تاتة وسبعين بدأنا بالضرب الجوية ضربنا ايه مراكز القادة والسيطرة تشل التفكير تشل المواصلات هم عملوا ايه البيجز لغوا للصلاة عند حزب الله صح ويشالوا الفكر ان حزب الله ما عندوش مركز قيادة حزبه لغى ضرب الثلاث صفوف والرئيس اذا زي كتاب ما بيقول وده التحليل بقى صح انت بتسمع طب اللي عبارة عن ايه ضرب للصلاة مراكز القيادة اللي هما الفكر اللي هي المخ المخ اللي بيفكر عطل البخ وده اللي احنا بنعمله كقادة لما تجي تخطط عمليات بتتضرب مراكز القيادة وسأل التلصال بعد تخش طبعا بدأوا بعديها بعد ما عملوا الكلام ده ضي الكتاب راحوا بدأوا بإداءنا الغزو البري الى الصورة اللي بعدها الى جنوب لبنان بنرجع للصورة التانية اللي بعدها وهي جنوب لبنان نشرح الارض الشكلائية تانية ده ايام ما كان اوكرانيا وروسيا وبتايع وحتى في غزة دايما نقول عندنا كعسكرين اصعب قتال هو اقتل المدن مظبوط وانا مسميها المدن مقبرة الجيوش ده دخل الجيش ياخد مصر القاهرة ولا سكندر ما فيه ما تنفعش فده ايه المنطقة التانية الصعبة اللي هي منطقة جبلية ربنا ما يريد انا حريبت في اليمن ثلاث سنين القتال في الجبل لا يطاق فالمنطقة دي بقى الحمرة اللي هي جنوب لبنان دي منطقة جبلية اه خد بالك مفهوم فعشان القوات الاسرائيلية يتهاجم صعبة اه الحاجة التانية حزب الله بيدافع فالارض بتاعته عارف المسارب فين واخد الهيئات الحكمة لان انت ممكن على جبل توقف ليه ومدرع متحركش فاهمني فاذا هنا الناس قالت طب حزب الله تبهدل والبتاع مات وده لا لا في كيان موجود اه اتأثر بقياداته اللي مشت اللي عندها خبرة لكن الحزب موجود والارض موجودة والدفاعات موجودة فبكتلك بدليل اشتباكات اللي حمي نسمح لها كل يوم وحشوفها دلوقتي صحيح خلاص صحيح اول ما بدأ الهجوم الارضي ايه نقول للقناة 13 قالت ايه اللي بعدها قالت الجيش الاسرائيلي اقتحم الجدار الحدودي من مواقع مختلفة وبدأ التحرك اكسيوس بقى قالت مسؤولي الاسرائيلي انت العملية البرية مركزة ومحدودة ولا تهدف لاحتلال لبنان دي نحط عليها نقطة كبيرة ان ليس اسرائيل هدفها المراضي احتلال لبنان لان اولا العالم كله ضد الكلام ده وبالذات قولهم فرنسا وما تخشوش احتلال لبنان مفهوم تمام طبعا هنشوفوا الصورة التانية بتأجد الكلام اللي انا قلته قبل كتا كمين منصق اسرائيل اتضربت فيه تسع جنود اتقتلوا مرة واحد لان زي ما قلتلك منطقة جبلية في حي الشجاعية في حي الشجاعية منطقة جبلية دخلوا العيال موجودين انا حافظ الارض طلعوا له بتاك تسع وده خسارة كبيرة طبعا الاسرائيل طبعا اللي بعديها بقى ان اسرائيل بدأت تضرب هي كمان اه اوضاح حيزب الله فين عشان برضو نقول للناس حيزب الله الناس مش فاهمة بقى ده نهار لا لا فيه كيان موجود يا تامر في عنده تلات فرق فرقة عزيز وفرقة نصر وفرقة بدل وزي التكتيك ما بيقول عندنا بنقول حاجة اسمها نصق اول ونصق تاني القوات الامامية والقوات الخلفية ده بالبلدي تمام حطنها زي ما هي والقوات دي بقى لها سنين قاعدة وحفرة وعمل انفاق احسن من انفاق غزة فاهمني تمام فبالتالي هتجد القوات الاسرائيلية مهيش نزهة سهلة بدأت اسرائيل تضرب السورة اللي بعد كده ضربت اهداف لحزب الله لو الجاينا بصينا هنلاقي الاهداف مزق فين في جنوب لبنان وشوية اهداف فوق اللي هي عارفوا ان حزب الله مخب فيها مواقعها ورس شراح برا جنوب لبنان شوف المنظر برضو تخطيط زي الكتاب تمام اخونا نتنياهو قال مش اخونا ولا حاجة اه اخونا فرشار اه اخونا نتنياهو قال ايه هو كل مرة لازم يطلع بحجة فاكر ممارف اللي دافيا في مصر عشان يقلل الحرب ووقف ومش عايز سلام هنا قالك انا ايه لازم ارجع سكان شمال اسرائيل الصورة اللي بعدها بتقول لنا ايه بقى اذل خريطة اسرائيل لها مستعمرات تلاتين مستعمرة على خط الحدود الناس دي من اولة ضرب مشيوا طبعا فالنهارده اسرائيل عندها مشكلة الناس دي هجرتهم وعايشين في مدن تانية وسابين بيوتهم ومدارس فالنهارده اني دانيها وبيتحجج انا لازم ارجع دول فقدي الحجة بتاعته في موضوع حزب الله تعال انا بقى نشوف امريكا بتعمل ايه في المنظر ده كله وانت عارف الله يرحمك يا سادات زي ما السادت رئيس قال النهارده وقال لك خمسة وتسعين في الممية من اللي بيتم من جميلان في ايد مين امريكا طب الاحداث ايه بقى مع امريكا في المنطقة نبص على الصورة التانية ودي من مجال البرتقو هنا بيسموا في امريكا ما يحدث الام اللي هي الليم باك او البطة العرجاء ده السنة اللي فيها الانتخابات الله ينور عليه هم في امريكا بيسموا سنة الانتخابات البطة العرجاء حطينه كونجلس وحطين بطة وحطة طرف صناعي لان ما بيقدرش الرئيس في الفترة دي يتخذ قرار مهم وحاسب لان كل قرار محسوب عليه طبعا تمام طبعا فبالتالي العملية مش 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 مزبوطة صح يعني كامل اهارس من شهر وقف منتخب انتخابي ومن عند ايد اسرائيل واندعمها ومسؤولينا منها وصابان عليها الفلسطينيين اللي بيموتوا هي قالت الكلمة دي وترامب مفيش يهودي امريكي يديها صوته انت فهمت زي طبعا كل كلمة بحساب بحساب فعشان كده في امريكا الفترة دي البطة العرجاء مفيش فيها قرار بيت مزبوط سورة اللي بعد كده اخونا نيتانياو قال ان انا على علم ان امريكا ان اسرائيل كاسف كبايدن انها هتخش لبنان وهاني انا بعجز اقول حاجة امريكا بتقولي انا مكنتش عارف حاجة عن الحصرة في الفترة اللي فاتت دي انا بقولك لا لا وانا عارف انا بقوليه كرجل عسكري ليه قيادة الرئاسة الاركان الاسرائيلية في المركز بتاعها فيه طائم واثنين واثلاثة امريكان قاعدين معهم خطوة بخطوة ليه مش عشان يرقبوهم لان ممكن امريكا تخش في اي لحظة عشان تزعم امريكا لو ايران دخلت لازم يبقوا في الصورة عادي احنا ايام ما كاننا بنحارب مع اسرائيل كان لنا طائم موجود ما فين في سوريا قاعدوا بيدينا الموقف اول بول فما يقول لناش ان احنا مكنناش نعرف لا انتوا عارفين لان فيه ثلاث قطقم موجودة واحد استخباراتي واحد عملياتي واحد لوجيستيك قاعدين في رئاسة الاركان الاسرائيلية اتحكوا بيه عن ناس لكن كعسكرين لا قاعدين الشفافة والموقف ثانية بثانية بيطلع لجو بايدون في امريكا وبيطلع للبنتهم في امريكا عشان لو تدخلوا يكونوا في الصورة يا تامر طبع طبع فعشان كده ما حدش يقول ما مش عارفين بدع بقى الكلام يتقال ايه الله هي ايران باعت حزب الله تمام ودي الكلمة اللي تقالس في كل حتة صح ايران سكتر عايزين نعرف ليه اولا ايران تعرضت الفترة اللي فاتت قاسم سليماني ده مين اللي اقتلوا امريكا امريكا درابيتو وهو نازل مطار بغداد من الطيارة ركب الطيارة ثلاث عربيات مصيارة امريكاني درابيتو اسم سليماني الخميني نمرأ واحد في ايران صح نمرأ اتنين اسم سليماني عند الشعب الايراني مفيش بلد مدرسة باسم اسم سليماني مفهوم فوالغمة زيك الضرب وكان الرد الايراني ضعيف وحن يعرف ليه بعد شوية برضو راحت اسرائيل عايزة تنكش ايران خلي بالك تنكش ايران راحت ضربة الانصلية الايرانية في بغداد وماتوا سبعة تمام خليك هتفيدمشي قول له فيدمشي اسر فيدمشي بربق ناسر فيدمشي سبعة برضو ايران تمام راحت تردى بايك وبعد اخر حاجة اسم سليماني هنية اللي اختلوه في شمال تهران في تهران في البيت بتاع الحرس السوري بيتو الضيافة مزبوط فكل دا انتو فينيا كل دا استفزاز اسرائيلي لايران اه ايران راحت ضربة بمتين ساروخ اه على اسرائيل تمام الساريخ دو يعني كانت اه في شنك انما سواريخ مزبوطة ازاي في شنك ومزبوطة مزبوطة لانها الراس اللي فيها طوب لكن وصلت الهدف خلي بالك لان انا مش عايز اسرائيل ترد يا كمان اه تحلت دي مهمة واضحة اه انا قدام شعبي لازم اضرب طب نقولك حاجة لما امريكا اتلت اسم سليماني تاني يوم ايه ضربوا قاعدة امريكاية اسمعين الاسد وعلى الصور بر ايه صح ام ترامب من شهرين وفي الحملة الانتخابية انا كنت دكر لما اتلت اسم سليماني ايران اتصلت بيا وقالت بكرة حنضرب عين الاسد مش حنضرب عسكركم انت مفيش حاجة بتستخبع فعشان كده المرة دي ضربوا بالصواريخ الفرط الصوتية طب ايه الصواريخ الفرط الصوتية الناس بتسمع بتقولك ايه الصواريخ الفرط الصوتية ايه تمام ولا مش كده طبعا يعني انا عايز افهم يعني ايه الصواريخ وايه الصواريخ الفرط الصوتية ايران عندها فتاح اتنين وفتاح الاولى ودي النهاردة من اضاق السواريخ التي تصل لاهدافها خلاص نشوف فكرة ايه الصورة التانية يعني السواريخ بص يا تامر بيطلع الساروخ من مكانه بيعد الغلاف الجوي ويطلع فوق في الفضاء انت ما تقدرش تسيطر عليه خلي بالك فالعطة المعرض فيها الاولانية اول ما يطلع لما بيضرب الساروخ من اليمن اسرائيل حتارف تجيبه حيط الاولانية لا طار فين في الفضاء الخارجي الفضاء الخارجي مفيش في جاذبية فالساروخ بياخد راحته في الطيران وعشان كده تبقى مسافاته طويلة جدا وفجأة يخش الغلاف الجوي عشان ينزل فوق الهدف من الغلاف الجوي للهدف مسافة قليلة وبيطلع تسع ماخ فلازم تلقطه هنا وتضربه وده للصعوبة هنا للصعوبة فعشان كده اسرائيل لا القب الحديدية ولا يا دوبك ارو ثلاثة سام ثلاثة وعشان كده كل الصاريخ وقعت لكن ايران مش عايزة تستفز اسرائيل عشان ما تردش تمام طبعا السورة اللي بعد كده الاخ رئيس ايران اه مسعوب بزيسكان رح قالك انا مش عايز لا انا 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 بدافع عن غزة ولبنان ومش عايز حرب اقليمية تمام وده مهم تمام طيب ايه بقى الفلسفة ايران في القصة دي ام العالم يتامل فيه انا مسميه النادي النووي اي عبارة عن تسع دول عندهم قنام اليادوية اسلحة نووية اي امريكا انجلترا فرنسا روسيا الصين الهند باكستان اه بتاع اسرائيل واخر حاجة كوريا صح دول التسع دول كوريا الشمال ايه كوريا الشمال ايه الاعالم مش عايز يسمح لدول لغير دول يخش نووي مين اللي عايزة نووي ايران مظبوط وايران لو خدت النووي هتغير كل الموقف في المنطق ولذلك مين اللي عاده الرئيس اللي اسرائيلي ندرب منطق ايران لان اسرائيل اللي عندها ايه النووي مش عايزة ايران تدرب صح النووي فعشان كده صورة اللي بعد كده ايام اوباما عملوا الاتفاق النووي زائد واحد وقالت ان ايران مش هتقصب اليولانهم وعشان بتعملوش حاجة. اه. جاء بعدينا اخونا ترامب العزيز. راح بالصورة اللي بعدها. راح لاغي لاغي الاتفاق النوي. ورح حاطت عقوبات على ايران شديدة. مزبوط. ايران استحملت كل هذه العقوبات الفترة اللي فاتت. فوق ما تتخيل. ايه. تمام? نشوفها عقوبات. حظرة تبادل الدولار. تخيل مش قادر يشتري حاجة من بره. اه اه الايرانية اللي هي شركة ايرانية. كلها بالبوينج مش عارفة تشتري الصورة التانية يا من فضلك. مش عارفة تشتري قطع غيار. صح. لان فتشتري من خلال وسيط. مم. فادرب في تلاتة اربعة. مزبوط. عقوبات شاوب لها على البنك المركز الايراني. حظر توليد الصلب والمنتجات. مم. يعني قلب. عقوبات اقتصادية صعبة جدا. جدا. طيب. وبالتاني حصل تحديات اقتصادية في الشارع الايراني. طبيعي. طبيعي. طب كل ده ليه يا تاني. يعني انا مستحمل السنين دي كلها. ما انا عاوشين نوصل. ليه ايران بتعمل كده. مم. انا مستحمل تمنتاشر سنة عقوبات. اموالي كلهم جاي بمودة بره. مزبوط. انت عارف امريكا كان عندها من شهرين خمس امريكان مسجونين في ايران. مم. فامريكا دايما بتطلع الناس بتوح. افرجت عن خمسة مليار دولار لايران موجودين في كوريا الشمال. تخيه كوريا بنوال. شوف عشان يطلع خمسة. فايران لها بره مية وعشرين مليار دولار متجمدين. مم. فعشان كده ايران مستحمل لكل ده عشان تطلع النووي. حل. تمام? نشوف الصورة اللي بعد كده المواقع النووية اللي عندي ايران. مم. خلاص? مم. لا احنا كده نطينا على نوع الحروب. طيب. اه الوقتي احنا خايفين من ايه? مم. ان اسرائيل تضرب المواقع النووية. مزبوط. ايران بالنوية بتاعها السنة اللي جاية. الفين خمسة وعشرين حقب عندها خمس قنابل نووية. هل تغامر وتخلي اسرائيل تضربها وتضرب المفاعلات النووية وانستحملها. وتبوز كل اللعب. بس. فيهم تستكة بقى. عشان الناس اللي عمان تقولك اللي بيحصل مسرحية وايران سكتة ايه? لا 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 مسرحية ايران النهاردة بكل لو اضربت المفاعلات دي هتتأخر خمس سنين كمان في النووية. ودي فرصة اسرائيل. يعني انا لو اسرائيلي. لا ثانية واحد عشان نقطة دي مهمة جدا دي رد على كل الاستفسارات. وعلى ما تستفهم لعند الناس اللي بيقولك معقولة ايران سكتة على اللي بيحصل لحزب الله وحماس وعلى بيحصل ليه استفزازها عن طريق قتل مش عارف مين وقتل مين وقتل مين والسواريخ حتى الباليستية اللي هو بيقولك بلاستيكية بيهزره يعني. اه اه بيهزره اه. وقولك دي مسرحية هزلية كده. هنا بقى اذا عرف السبب باطل انا عجب. انا عايز. ايران عايز اتوصل لتنة الفين وعامس وعشرين. اطلع الخمس سنين بقواعدها سليمة. سمية. فالنهاردة لو حصل كده هتضرب طيب. نشوف الصورة بقى تانية بتاعت انواع الحروب. دي نقطة مهمة جدا. جدا. ايه صحبه. اصدقنش فيه منطق للكلام اللي كان بيتقال انه هو اتفاق ما بينهم وهزاره مسرحية ايه. لا 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 ما فيش مسرحية. انما ايران مش. هذه العداوة دي ليه عامر اللي هو علاقة بالسيادة بتاعت الدولة. بتاعت الدولة. ولكن برضو الشعب مش داري. صح. يا فلندة اتقتل مع ملكوس ليه. بس في الهاية فيه مصلحة الدولة عالية. مصلحة الدولة عالية هدف. مشروع النووي لازم يكمل. لان لو لو ايران خدت النووي. انا حديك مثال. الفضل. افرض ايران بكر عندها نووي. اه. او بلاش قبل النووي. لو دخلت على دولة من دول الخليج وخدتها. العالم حيقوم. هيعمل كواليشن زي العراق. صح. ويدربوه. لكن لو ايران خدت النووي ودخلت اي دولة من دول. هيعمل دولها. ولا ولا محنش هتكلم. لان عندها سواريخ توصل لحد اه ايطاليا. وعندها النووي. النووي بيغير. موازين. الموازين الله ينور عليك. مفهومة بيغير. فامتني بقى. مفهومة. عشان ايه عايزة يبقى عندها نووي. واسرائيل مش عايزة يبقى عندها النووي. تمام? اقفل على كده. ده هي اللي انت قلت ده بالحلقة كلها. انا خلصنا? اه طبعا. اه طبعا. انا كمان احنا استعرضنا تفتيش الحرب فكان مهم جدا ان احنا نشحل لسنان المشاهدين. ماشي. بحييك ومشكورك ويعني انا بتهيل ان المعلومات الاخيرة دي. بس اقولك حاجة احنا كلنا عاديين مستنين بكرة الصبح او بكرة او بعده. لو اسرائيل ضربت. ايران. ايران. لو ضربت المفهومة النووية هتبقى حرب اقليمية في المنطقة. فاحنا مستنين. لو اسرائيل اتهدت وضربت اي كلام وانت تمشي الامور زي ما كانت. مم. فكل يوم احنا مستنين هيحصل ايه اللي لدي. ربنا يستر. شرفتني ونورتني ودائما بنستمتع وبنستفيد من خبلة عدري دا جهتا. شكرا جزيلا. شكرا. اهلا وسهلا بحضراتكم. عدنا بعد الفاصل. انتوا عارفين ان احنا هنا في البرنامج معانيين جدا بالشأن الاقتصادي بشكل محدد. خصوصا فيما يتعلق باهتمامات الناس في زيادة استثماراتها. زيادة مدخراتها. ازاي الواحد يحاول يحسن من دخله. ويمكن معظم المصريين اتفقوا خلال السنوات الاخيرة على ان مجال العقار والاستثمار في العقار هو المجال مش بس الاكثر ربحية والاكثر اه فائدة مالية. كمان الاكثر امانا في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية الصعبة اللي احنا بنشوفها على مدار السنوات الاخيرة. هنتكلم النهاردة عن سوء الاستثمار والتطوير العقاري. وهنتكلم عن البقع الاستثمارية اللي ممكن تكون او مبشرة في الفترة القادمة. وحنعرف شاهد كمان تفاصيل من واحد من اهم العاملين في مطبخ التطوير والاستثمار العقاري. هو الرجل الاعمال المعروف الدكتور سمير عارف. والحياة هو عنده ستة وتلاتين تايتل لو انا قعدت اقولهم ممكن الفقرة كلها تخلص. بس هو واحد من اهم العاملين في هذا المجال. هو رئيس اه مجلس ادارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان. شريك ومؤسس في شركة تطوير مصر وفي وادي فالي وفي جريم فالي ويعني ما اكافية كان اعظم مسائل وردة سمير بيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اكبر حركة ايه? والله الحمد لله بخير الحمد لله. كله تمام? والله بخير الحمد لله. الحمد لله. ربنا. سمير بيه حركة متفق معايا انه المصريين كلهم خلاص بقوا بيحطوا رهاناتهم وهم متطمينين في مجال التطوير والاستثمار العقاري لانه اثبت لهم انه هو الاكثر امانا واللي فيه ربحية شبه مستقرة ودائلة. يحافظ على الاقل على قيمة المدخرات بتاعته. صحيح. ما كانش كمان بينميها اه يعني حاكتين بيروحوا يا اما بيشتري عقارات او امطار في شواء او حاجة زي كده او بيروح يشتري دهب بس يعني اه الدهب ساعات يعني بيطلعوا ساعات بينزل او في الاخر بتلمده علي بس. صح. سمار العقاري. لا والدهب كمان استثمار طويل الامد شوية. بالضبط. بالضبط. اه فكرة العشر من رمضان اه في ناس كتير لحد النهاردة ما تعرفش المزايا النسبية والفرص المهمة اللي موجودة في هذه المدينة. يمكن من ساعة ما تعملت المدينة كانت واحدة زخم. وبعدين في ناس كتير ما فهمتش العشر من رمضان. مشوا اكتر على انها مدينة صناعية. الحقيقة اه يعني اه من اكبر المدن واولها اقدامها هي مدينة العشر من رمضان. صح. وفعلا زي ما حضراتك بتقول كان الاتجاه على انها مدينة اه صناعية. اه وكان اه اه المرحوم اه رئيس اه اه حسن مبارك كان حتى يعني اه كان عاوز الناس تسكن هناك فما عملش اي اه وسيلة انتقال عامة. صح. اه تجيب وت وترجع العاملين في اه الشركات. بالضبوط. فاة لم يعني يكن لها الحظ الوافر في فهم من ساعة ما انشئت في في التمانينات ان يعني اه يعني اه يبقى لها اهتمامات من في الموضوع بتاع الانتقالات. صح. وبناء على ذلك فعلا بقى المدينة ابتدت يعني العاملين فيها من خلال الشركات بتوفر سكن للعمال ومواصلات للهو مش عاوز يسكن في العاشر وابتدى يبقى فيها بقى الخدمات متكملة بقت مدينة متكملة فيها نوادي وفيها مدارس وفيها جامعات وفيها مستشفيات فما فيش بقى حاجة نقصة غير ان الناس تبقى عيشة وإحنا النهاردة في العاشر مرمضاني عدي المليون نسمة طبعا مع كمان الامتداد العمراني تقريبا خلاص العاشر مرمضاني اتوصلت بالقاهرة يعني هي دلوقتي خلاص قريبة من العاصمة الادرية قريبة من القاهرة جاء قريبة من مصر جاء قريبة من بلبيس بسحة الفراغ اللي بيننا ما بقتش موجودة بزبط ومش بس كده يعني 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 اللي عاوز اقول لك الاستثمار العقاري في العاشر مرمضان بقى بقى جاذب للمستثمرين يعني فيه يمكن تزاحم لما تقول مثلا في التجمع أو في الستة اكتوبر وكلام من ده انما في العاشر فيه احتياج ان الاعداد بتنمو بشكل يعني كبير والمصانع بتكتر فالعمالة بتكتر فيبقى فيه سكن اكتر فيه احتياج للسكن فبقى فيه اهتمام بس يمكن فكرة مختلف شوية يعني الناس ما شافتش مدينة اللي عاشر قبل كده كقبلة سكنية بالزبط حتى على مستوى السكن اللي هو فكرة السكن الترفيهة او السكن الفاخر كان بعيد شوية عن ذهن الناس بالزبط هي فيها طبعا سكن فاخر مش كبير زي بقية المدن يعني في القاهرة انما بقى فيه اتجاه دلوقتي حاليا مع في الوزارة اللي تم تغييرها حاليا وبقى فيه مقابلات مع السيد وزير الاسكان والمدن الجديدة في انه بقى فيه تطوير للمدينة بشكل جازب واكيد زي ما حاجت فضلت بعد ما بقيت مجتمع سكني قارب الاوزاد عن المليون نسمة مع مشروعات وشركات ومصانع هنا الطلب على السكن بكل مستوياته بقى موجود طبعا من المتوسط للفوق المتوسط للفاخر طبعا مش قادر اقول لحضرك يعني حتى الاسعار بقت غريبة على السمع الواحد بيسمعه في العشم انت الحيطه ده احنا قلنا لسه عنكم بقى من بدري انت الحيطه غلاص برطه قدام هناك العشم اسعار دلوقتي يعني وبالذات يعني مثلا المحلات تجارية محلات تجارية اسعارها بالمتر النهاردة يعني حضرتك يعني مش قادر اقول لك عشان يعني تلك كنت تتخض لا 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 فيه اقبال جامد على المدينة وفيه ناس مطاوع يعني عندهم فيجن انهم يروحوا يطوروا وفيه عمليات شراكة هتبقى موجودة ما بين الهيئة المجتمعات العمرانية وبعض المستثمرين كويس وهيخشوا على حديقة الكفراوي هيبقى فيها نوع من الاستغلال وفيها براج لا لا يعني من هنا ورايحنا هنبص على مدينة العشم رمضان هتبقى جاذبة نظرة مختلفة هتبقى تبقى ديستينيشن او ما يعني مكان حضرتك تحب تروح ممتاز ايه بقى اللي ممكن من الناس نقولهم ده اللي جاي في العشن من رمضان اه المدينة من ناحية الخدمات فهيها متكاملة للخدمات كويس من ناحية انك انت يعني حتى دلوقتي احنا المرحلة اللي جاية دي هيبقى فيه القطار السريع وفيه وسيلة المواصلات هتبقى موجودة اه متوفرة اكتر ما كانت مش موجودة قبل كده فاااا كمان هناك الدنيا هادية مم فجو هادي الجزء الصناعي اه في اتجاه مختلف او في مكان مختلف فهي بيئة نقية يعني اه دي نقطة مهمة جدا عشانك الناس تقولك انا محبش اسكن في منطقة صناعية لا 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 يعني منطقة نقية وهواها نق错 منطقة صناعية في حتة طبع بقول لحضرتك احنا كل شوية بيحصل امتداد وتوسع في مجوارات يعني وصلنا لمساحات شاسعة في مدينة العشم من رمضان وبرضه زي ما حضرتك متوقع لازالت الاسعار بالرغم من ارتفاحها لكن نسبيا مختلفة طبعا عن الاسعار اللي موجودة في المدينة اه اكيد هو اخد بالحضرتك ممكن يكون صناعيا وتجاريا زي ما حالك قلت عدد مش عايزين نقولها عشان من دايش الناس لكن على المستوى السكني انت لسه بتكلم على اتجاه جديد او ترند جديد فممكن تبقى واخد في بداية الملحلة لا لا يعني هادية شوية في الاسعار عن المسيط فالنمش هيعرف يستثمر في القاهرة الجديدة او في العاصمة او في كذا يجي استثمر هنا لان برضو يعني دي في بدايتها فهيبقى السمر العائد بتاعها يبقى اعلى هاركب القطر من اول الخط هاركب القطر اول الخط ايه بقى المشاريع اللي ممكن تكونوا بتفكروا فيها دلوقتي سواء انتو كان مطورين او حضرتك او حتى بالتعاون مع والله بص حضرتك انا كان لها الشرف ان انا قابل مع الوزير السكان وعرفت منه ان الرؤية والخطة بتاع الوزارة وانا بشيد يعني بالمناسبة بوجود حضرتك الوزارة الجديدة فيها شباب من الوزارة الحقيقة عندهم اولا سورتي او الصلاحيات ان هم يغيروا ويعملوا مبادرات ودي حاجة يعني احنا لمسنا يعني ما قابل وزير الاستثمار وطبعا سيادة الفريق بقى وزير الصناعة بيزيل كل الصعوبات بيقولك مفيش بصنع يتغلق مفيش مش عارف يعني كل الحاجات اللي احنا كلنا نفسنا فيها هم عاوزين يعملوا دي شهادة مهمة لانه طبعا حددتك خبرة طويلة وعصرت حكومات كتير وسياسات كتير حددك تقدر تقول الناس دلوقتي ان انت لامس رغبة حقيقية في الحكومة الجديدة للتغيير؟ بالضبط يعني فيه اهتمام وخصوصا بالصناعة يعني معلش يعني مضطرة اقول ان احنا اتأخرنا اوه في ان احنا نهتم بالصناعة مدة طويلة لكن يعني خلاص احنا يعني ابتدينا نحط ان احنا الوسيلة الوحيدة التسكيل الوزاري وعرفنا ان كامل الوزير وعرفنا ان الصناعة هتاخد مكانها تحت الشمس يعني يعني عاز اقولك انا كنت في في صرح صرح كبير جدا كان بيشرفنا في وزير الاستصمار افتتاح شركة كبيرة اوه في الادوات المنزلية انا شفت حاجة يعني مش مش موجودة في اورابة اه طبعا يعني لتجالس مار في مصد طالما ان حضرتك عندك تركيز على انك تسهل للمستثمر وتشيل اي العوائق اللي هي ممكن تدايقه والبيروقراطية اهم شيئ تلغي وخد بال حضرتك ازاي فهو بالعكس هو هي احسن بلد ممكن يستثمر فيها هنا عندنا 100 مليون وزيادة حوالينا الريجن اللي حوالينا بيقومة البلاد اللي هنا تعدى تلتمائة ربعمائة مليون يعني من أجن فيقدروا يصدروا من خلال مصر والاستغلال الاتفاقيات ده فيما يتعلق بموضوع الصناعة يعني وانا انا اساسا راجل صناعة في الاساس يعني واخد بالا حضرك زي بس يعني انا تعلمت من زمان انك انت هات واحد شاطر وعمله مشروع لكن لما تعمل مشروعه مفيش حد شاطر بيفشل فانا الصناعة موجودة تحت بض ومظلتي وكل حاجة لكن ده اللي خلاني اتجه اتجاهات اخرى زي الاساسمار العقاري فوليه تجربة في الاساسمار العقاري من 95 لغاية دلوقتي سنة 95 بسم الله بسم الله من شاء الله ايه اللي يخلي حد يتعامل مع كيان او شركة معينة في الاساسمار العقاري في ظل ان زمانك تفضلت اخر 20 سنة بقى تقريبا توجه كتير من رجال الاعمال للتطوير العقاري والاساسمار العقاري وانا كمواطن كل يوم الصبح بسمع ورود وبسمع شركات وبسمع عن مشروعات ايه اللي يخليني اروح لحد معين او اتعامل مع كيان معين الرفرنس او المرجعية يعني حضراتك بتاخد اسم فالناس بتيجي على الاسم الاسم ده بيشمل بقى المصداقية بيشمل طريقة التشطيب بيشمل الموعيد اللي هي بتاعت الانتزاب الموعيد السليم دي حضراتك انت بتكون السمعة دي على مدار الشغل اللي انت بتعمله فبروح لفلان ده وانا مغمض وفيه ناس ثانية بحاول اعرف بقى واستفسر يا رب هو خلفيته ايه ولا بتاعوا لكذاب منه نظبوط فكرة الديستيليشنز عليك شرحتها في الاول دي برضو بتمقى مهمة لانه فيه ناس بتمقى محتارة وعندها رؤوس اموال او عندها بعض المدخرات عايزة تستقدمها ومش عارفة الخريطة بتاعت الديستيليشنز او الاماكن الافضل في الاستثمار العقاري فيها اي هو طبعا فيه المعرض اللي هو سيتسكيب ده وفيه بعض المعارض بيتعملها بعض الصحف زي مثلا الاهرام ولا اخبار اليوم ولا كلام ده برضو في الاستثمار العقاري فيه بقى مش قادر اقولك كم التليفونات اللي بيعملوها الجماعة البيعين على لست التليفونات ما عارفش بيجيبوها ازاي طبعا عندهم طريقتهم بس زي ما قلت حضراك اللي بيجي بيتحسس ان هو يروح لجهة او لشركة جدة لها سمعة وكلام من ده مزبوط ايه حكاية بقى مشروع ده كابيتل يعني مشروع ده كابيتل يعني احنا الحقيقة كان فيه الاول الشركة اللي انا بتصرف ان انا بادرها يعني من صحابها دون حتة ارض عشر فددين عشان احنا نعمل فيهم سكن فعملنا منهم سكن اقتصادي وبعدين عملت مشروع استثماري حر اللي هو زكابيتل فبرضو ده مصروع متكامل فيه جزء اداري وجزء تجاري وجزء سكني هو مصروع البي هو بيتكلم او احنا بنعرض لحضراتكم بعض المشاهد لعمل الانشاء والتشهيد اللي شغالة ده احنا وصلين لمرحلك وايسة اه طبعا اه يعني مش لسه ارض يعني لا 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 مراحل متقدمة احنا اساسات ترامت وفي حتة مباني طلقت الحمد لله فده اللي هو المستهدف ان احنا بنعمل حاجة ده مكانه فين يا فن نعم مكانه فين مكانه في مجاورة 75 في المدينة العاش المرموضة ممتاز ممتاز اه اه اهم مميزات المشروع يعني ايه اللي معلش بعد النهاردة تقمص دور البائع بص هو التخطيط العمراني بتاعها كويس المساحات في متناول اللي عاوز مساحة صغيرة واللي عاوز متوسطة فبيبقى عنده فرايتي كتير ممتاز طبعا السعر طبعا مناسب زي ما قلت لحضرتك ان احنا في بداية القطر مش في نهايته صح فيها محلات تجارية فيها خدمات فيها حاجات تجارية ممتاز ممتاز ايه ممتاز ايه ممتاز ايه مش عارف بصراحة خريطة العاشر بس المجرد 75 دي قريبة من ايه اه موصولة بايه بص دي ما قلت لحضرك المدينة كبرت بشكل غير طبيعي بحيث ان 75 دي تعتبر بقيت فوسط المدينة فوسط البلد اه يعني فالموضوع بيكبر بيكبر بامتداد والهيئة المجتمعات العمرانية والحقيقة يعني احنا حظنا وشنا حلوة على اي رئيس جهاز بيجي في العاشر بيطلع من عندنا يا اما وزير يا اما محافظ يا اما بتاع حاجات فاحنا الحمد للسكة اه وده بيبقى نتيجة ان هو شغله في العاشر جامد وملحوظ وده معناه ان بيئة العمل في العاشر بيئة نجحة بالظبط بانه بيشتغل وسط رجال اعمال اه سواء من العاصر الحكومية او من المستثمرين ورجال الاعمال بالظبط كم وانا عارف الحقيقة بحكم يعني قرب شوية من الجماعية هناك انتوا الحقيقة على قلب رجل واحد يعني في جمعيات مستثمرين اخرى مش عايزين نجيب سير زيرتها منهم صراعات ومنهم مشاكل وخلافات ومنهم في بعض لكن انتوا الحقيقة عندكم فكر تكميلي ان كلكم بتكملوا بعض واللي بيقع بتوقفوا جميعهم لان كل المجلس الادارة كل عود مجلس الارة بيشتغل يعني كلنا بنشتغل كلنا لخدمة المستثمرين يعني كان انباري عندنا اجتماع جابين رئيس الجهاز بنقوله ايه المشاكل الموجود مع المستثمرين وفي جمع من موجودين المستثمرين اللي بيتكلم على ان الكهرباء ما عرفش ايه واللي بيتكلم على ان الطرق ايه فباستمرار احنا بننقل نبض المشاكل بتاع المستثمرين لانها اغلبها بتبقى عامة مشاكل عامة ايه اللي ناقص تاني لعشر من الرمضان مادية لعشر من الرمضان قلت انها تحولت الى يعني بيئة سكنية كويسة فيها مليون نسمة طبعا هي على المستوى القطاعي الصناعي من اهم القطاعات الصناعية والمدن الصناعية الموجودة في حريطة مصر اه هل قصة المواصلات وسهولة الانتقال من وإلى العشر دلوقتي تتحلت؟ اه بتتحل يعني احنا احنا قربنا لانه ما يشتغل ان شاء الله القطار السريع القطار السريع هيبقى بيوصل لنقطة قريبة من العشر من الرمضان مع طبعا زي ما حالك قلت العاصمة الإدارية وزوجة الدنيا الرابط ففكرة المسافات الرابط اه في نقطة مهمة ظهرت في الأسابيع الأخيرة كده وقلقت بعض الناس في مجال استثمار العقاري المصطلح اللي ترى بتاع الفقاعة العقارية ده اللي هو يعني اين الفقاعة العقارية؟ وفقاعة العقارية اللي مقصود بيها ان هما بيقولوا ان هتفضل الأسعار تعلة 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 وبعدين مرة واحدة اه 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 اطهبط فبالتالي يبقى تأثرها من ده استخسن تخسن استثمارات يعني انا مش مع مش مع الاتجاه ده لانه احنا مش لوحدنا في السوق ده يعني احنا لما نبوص نلاقي اه اه اخواننا الاماراتيين او اخواننا القطريين او اخواننا في في اي مكان جيين السعوديين جيين بيستثمروا وعندهم من الخبرات ومبالغ زي ما حدراك وعندهم من الخبرات والاحصائيات والمعلومات الكافية عن ان مدى المنتينس او الاستمرارية في الترند اللي موجود في السوق العقاري صح فهذا ما بيجيش اعتباطك بالمدراسة ومعلومات لا يا فهم مفهوم فده مؤشر مهم وبعدين ما تنساش برضو احنا عندنا يعني جدعان اوه في الخلفة فاحنا عندنا يعني الطلب السنة بنزيد باتنين مليون او اجمع ما يحسن باللل اصحابه الزبت كده الزبت كده صحيح فبالتالي الطلب طول الوقت موجود طلب موجود عام انها تقسم استثماراتها ولا تحط البلك في مشروع واحد او في عقار واحد لا نصيحة لا ده تنويع ده تنويع على كبير شوية لا يعني بص حضرتك اوصلين لو بجنا نتكلم في البورصة ممكن البورصة تبقى جيدة جدا لموضوع الاستثمار بس مش محتاجة قدر كبير من الوعي والعلم صح وقراية القوائم المالية وده مش متوفر لكل الناس وده مش متوفر لكل الناس صح اخب بالحضراك ازاي اه الكوميديتي بقى هي سواء ازا كانت عقارات او ازا كان ذهب او كلام من ده هو ده يعني الوسيلة الامنة مصبوط ما عندناس هو الاستثمار يا اما انه هو بيستثم في اوراق مالية يا اما بيستثم في عقارات ده المتخصصين وفاهمين ده لكن اللي زي حالتنا كده يروحوا للعقار والدهب اأمن بالضبط واسلم دمام شرفتني ونورتني يا سميك انا اللي سعيد جدا ومتشكر شرفتني جدا وسعداء دايما بنجاحاتك وان شاء الله نلتقي على خير قليلا شكرا يا سميك شكرا لحضراتكم خلصت فقرتنا وكمان خلصت حلقتنا غدا يوم جديد شكرا للمشاهدة